أهلا وسهلا صباح الخير سارة وصباح الخير عبدالإله بالأمس تم اختتام فعاليات أيام مكة ومسابقة أيام مكة ومشروعها أيضا فعاليات مشروعات مكة تم تكريم ستة فائزين في الثلاثة مسارات لمسابقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات وأيضا في مجال السياحة وأيضا في مجال الحج والعمرة كان عندنا الفائز الأول فريق أرشدني وأيضا الفائز بالمركز الثاني فريق التجويد الرقمي اللي هم ضيوفنا لليوم اللي راح يحدثون أكثر عن أجواء المسابقة ويعطون فكرة أو نبذة عن مشروعهم خلينا في البداية نرحب بأشجان بسري أهله وسهلا بيك أشجان ممثلة فريق التجويد الرقمي اليوم صباح الخير أشجان نورتينا في البداية على شاشة قناة الإخبارية ونبارك لكم فوزكم أكيد بالمركز الثاني في مسار الحج والعمرة خلينا في البداية نأخذ نبذة بسيطة عن المشروع صباح الخير جميعا المشروع هو عبارة عن مراقبة آلية لحجاج بيت الله الحرام باستخدام الذكاء الاصطناعي طيب نتحدث عن كيف تم تطوير المشروع خلال الثلاثة أيام يعني أنا استوثلت قبل الهواء أن هذه الفكرة كانت وليدة اللحظة وليدة أيام المسابقة قلت لي لا أنه أنتم تم ترشيحكم طيب طالما أن الفكرة أساساً موجودة إيش اللي صار خلال الثلاثة أيام في خلال الثلاثة أيام كان هناك يعني مشرفين من جامعة أمة القرى كان فيها حوارات ومناقشات لتطوير الفكرة وعصف ذهني إلى من خرجنا بثلاثة مراحل للمشروع المرحلة الأولى كانت عبارة عن تحليل المشاعر للرقي للارتقاء ولتحسين الجودة المقدمة لضيوف الرحمن في خلال موسم الحج المرحلة الثانية ستضمن المراحل الخدمات الأمنية والخدمات الصحية فبالتالي النظام يستطيع قراءة مشاعر الحجاج خلال مسيرة مثلا على سبيل المثال جسر الجمرات تحليل مشاعرهم فيعطينا إنديكيتر أو مؤشر هل الحاج سعيد أو مبسوط بالخدمات المقدمة له فبالتالي في السنوات القادمة نستطيع استخدام هذه الأرقام وتحليلها وتحسين الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام شكرا لك يا شجان يعطيك العافية مع الأسف وقتنا ضيق لكن وصلت فكرتكم وكيد نتمنى لكم التوفيق ونشوف بإذن الله فكرتكم على أرض الواقع اللي تخدم أكيد هدفنا جميعا وهدف ورؤية مسشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بأن تكون منطقة مكة هي منطقة رقمية مستقبلا شكرا لغدير البلوشي يعطيك الفعافة يا غدير